عايز أستغل فرصة إذا أنت موجود معايا حضرتك موجود معايا وأتكلم معاك في نقطة في منتهى الأهمية دائما في النص التاني من الموسم تكثر البيانات بيان من النادي الأهلي بيان من نادي الزمالك من الاتحاد من الإسماعيلي من مصر من برامنز من كل أندايا والكل معترض والكل متضايق والكل زعلان إمتى نخلص من الحكاية دي؟ إمتى اتحاد الكرة يكون اللوائح بتاعته واضحة وقوانينه واضحة عشان ما نخشش دايما في الحكاية ديت كل يوم دلوقتي أنا في البرنامج هنا تقريبا بقرة بيان كل يوم نعملها إزاي يا كابتن عمر؟ بص هو ما بني على باطل فهوة باطل إحنا بقلنا فترات طويلة جدا القوانين بتاعتنا لغاريتمات قوانين محتاجة الحقيقة تتفارمت بشكل كبير جدا ونبدأ نحط قوانين على أسس كلام ده ياخد مننا وقت طويل قوي الحاجة التانية مع احترامي طبعا اتحاد الكرة لازم يديره خبراء في الكرة خبراء في الإعلام خبراء في القوانين الموضوع ما ينفعش أبدا أجيب مجموعة وخلاص يلا وكسبه انتخابات وهمية والكلام الفارغ ده يعني يعني هو فيه أكتر من الانتخابات اللي تعملين ما يصحش ما يصحش وبالتالي أنت محتاج إعادة تقييم للمنظومة الريادية في مصر ده ده شيء مهم جدا وتبني عليها ساعتها لو أنت يعني وليس سعودية مثلا مثلا على سبيل المثال الأمور ماشي عندها بمصطرة لأنه بتطبق قوانين قوانين صحيحة وصارمة دون النظر للون النادي ده أو ده نادي الأهلي بالتحديد نادي مؤسسة كبيرة ونادي حقيقة ماشية بنظام حقه تماما أن يستفسر أو يعترض ما نقدرش نلومه على هذا الكلام بس ده لكل أندية كل واحد عنده حق أو شايف أن أنا عندي حق من حق أن أسأل وستفسر بالضبط كده خاصة أن يعني لا في تهديد ولا في أن لو كذا حصل كذا هنعمل كذا ما فيش هو بيان محترم ده حق طالما محترم تحد الكرة يرد بالمستندات أو بالقانون أو أي أن كان يبقى في النهاية هنلف ونرجع عشان محدش يعني يخرج عن النص حط قوانين صح طبقها صح دون مجاملة يعني كل مرة بنسمع أول الموسم لا تأجيل للدوري وتاني يوم نلاقي تأجيل معظم الدوري وبالتالي هنا القوانين نقصة فأنت هتعوز الناس تحترم إزاي القرارات وهي مش مبنية على قوانين بالمناسبة يراك في الأيام اللي طلبها زيادة كابتن حسام حسن في المعسكر اللي جيدة بس أنا معاه بقى في دي مليون المية وليه بقى فضل إن أنا مريت بالجزء ده وإنا لعب ومؤمن بيه تماماً واتكلمت فيه كتير جداً منتخب مصر ما بيحصلش على بطولات أو يبقى ند قوي جداً في كل البطولات إلا بالمعسكرات الطويلة وارجع للتاريخ كل البطولات اللي خدنيها بمعسكرات طويلة ثلاثة مع الكابتن حسن الشحاتة مع الكابتن جوهري أعتقد تمانية وتسعين وساعتها لغى الدوري عشان وصلنا كاس عالم مع مايك ريسميس ستة وتمانين إحنا كنا عادنا ثلاث شهور معسكر بس كان وقتها الدوري منتظم بينتهي في معاد فعندك فترة التوقف بين الدوري والدوري كنا ساعتها بيبقوا ثلاث شهور أو شهرين ما هي دي النقطة يا كابتن عمر ما أنا لا عايز أدأشك فيها دلوقتي تبقى الظروف اللي إحنا فيها وعدد المتشاط الكبيرة تلقى معظم الأندية وعدم انتظام المسابقة موكولي نادي يقولك تماميش أنا ما هي في توقف الدوري وأخد منتخب مصر الأم حاجة في حياتنا بس هتعوضني إزاي مالياً وهتعوضني إزاي بالإصابات لعيبتي وهتعوضني إزاي الغيابات وتفاصيل برضو معقدة جداً أو كل واحد زي ما حركباليسة بتقول على اللعيبة والأندية في أوروبا بيتبص المصلحتها والأندية اللي في مصر هنا هتبص المصلحتها برجو بتتكلم على ثلاث تيام زيادة أو أربعة تيام يعني النادي مش هينضر ورغم هذا زي ما بنقول لو في جدوى المعلن فيما يخص الدوري لحد نهاية الدوري خلاص وفي نقطة الأندية بتحارب عليها وأنا شايفها إنها غلط دي كلفة أعباء مليئة كبيرة جداً على معظم أندية الدوري اللي هما ما عندهمش موارد الأهل والزمالك وبرامدز هذا الموضوع هو القيد تلاتين لاعب ليه بل أنت بتحارب عشان يتأيد تلاتين لاعب ليه وعندك خمسة تحت السن هدي خمسة وتلاتين لاعب عندك في القايمة وعندك مجموعة ناشئين ممكن تأخذ منهم زي ما أنت عايز طول الموسم يعني بنتكلم في خمسة وتلاتين أربعين لاعب طب أنت بتجبرني كاتتحاد الكرة وبتضغط علي أن أنا سجل تلاتين لاعب في القايمة ليه معشان المواقف دي ضغط المباريات دي أنت بتمدي على ورقة ليه قبل أو بتمدي على القرارات ليه قبل ما يبدأ الدوري موافق أن يبقى فيه ضغط فهو موضوع القيد دي ما يخص القيد بصراحة دي حاجات حسسة جدا كلفت أندية كتيرة مش غنية عقود كتيرة جدا أنا من وجهة نظري لازم هما الخمسة وعشرين لاعب فقط لأن حتى أنت بتحتكش طول الموسم خمسة وعشرين لاعب وبالتالي وبالتالي الثلاثين دولات أنا بيبقوا مغزن مغزن لبعض الأندية يطلعوا إعارات يستفيدوا ماديا خير وبركة ما فيش مشكلة لكن الزيادة عندي ما نسيبه هياخدوا نادي قليل في الإمكانيات الولد هزر فيه طالما لعيب كويس الدوري هيبقى قوي فالقصة مرتبطة ببعض لكن أنا شايف الحقيقة يعني حسام عنده حق مليون في المية لأنه برضو بيدور على مصلحة البلد كل الدوري والمسابقات وبتاع بتصوب المنتخب مصر شحية